وفي نفس السياق وصل صاحب السمو الشيخ سعود بن صغر القاسم عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في مجلس الضيافة في خزام استقبال المهنئين بمناسبة شهر رمضان المبارك فقد تقبل سموه التهاني بهذه المناسبة الإسلامية المباركة من الشيخ محمد بن حمدان ألنهيان وشيخ مروان بن راشد المعلى رئيس دائرة الأراضي والأملاك بإمارة أم القيوين وعدد من كبار المسؤولين والمواطنين وأبناء القبائل الذين قدموا لسموه التهنئة بمناسبة شهر الفضيل وتقدم الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الإسلامية المباركة على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ألنهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه بنغفور الصحة والعافية وعلى قيادة وشعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات حضر المقابلات عدد من الشيخ